موسيقى مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ندوات أيام معدودات ويهل علينا شهر البركة وشهر الرحمة أيام معدودات ويدخل علينا شهر رمضان المباركة عاده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات رمضان الشارقة طبعا الشارقة بإذن الله تعالى في شهر رمضان سوف يكون لها أيضا فعاليات كثيرة وخاصة في إطار عاصمة الثقافة الإسلامية وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية حلقتنا لهذا اليوم سوف نتحدث فيها عن رمضان الشارقة بمعية ضيوفنا الكرام معي هنا في الستيديو الأستاذ أحمد بن ركاض العامري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب حياك الله أهلا وسهلا بحضرتك وأستاذ أسامة صمرة مدير مركز الشارقة الأعلامي رئيس اللجنة الأعلامية لإحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية أهلا وسهلا بك وأيضا معنا أستاذ هشام المظلوم مدير إدارة الفنون ومنسق عام رمضان الشارقة أهلا وسهلا وأيضا الأستاذ ذكريات معتوق رئيس قسم المعارض والمقتنيات في دائرة الثقافة والإعلام إدارة الترار أهلا وسهلا بك بداية أبدأ بأستاذ أو مع الأستاذ هشام المظلوم طبعا كون حضرتك منسق عام رمضان الشارقة أكيد الشارقة تحتفي في شهر رمضان المبارك بفعاليات كثيرة متنوعة تحت إطار رمضان الشارقة حدثنا عن هذه الفعاليات بسم الله الرحمن الرحيم تعرفين كما تعرفين كان هناك لجنة حاليا برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ دكتور محمد الغاسمي عضو المنسل على حكم الشارقة اجتمعت معه قبل بداية السنة في تحضير الكبير لهذا الحدث البرامج الكبير اللي قيمت في الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية وكان من ضمن توجيهات أن يكون هناك أيضا برنامج أو فعالية كبرى تقام في شهر رمضان الفضيل وتكون تحت جميع هذه الفحالية تحت مظلة واحدة تحت مسمى رمضان الشارقة كان هناك عدة مسميات مثل مسالك الزعفران من الأندلس إلى دولستان من آسيا ومن خلال هذه الثقافات والدروب هذه القديمة الدروب التجارية أو الثقافية للحضرات الإسلامية ولدت عدة أفكار وعدة أشياء من خلال هذا الجانب وبالفعل اجتمعت اللجنة العلياية التنفيذية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ووجه أن يكون هذا الفعل كبير بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والإدارات في حكومة الشارقة وأيضا المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد في هذا المجال وبالفعل تم اختيار أن يكون مقر إكسبو مقر لهذه الأحداث وهذه الفعاليات ووضع أيضا فعالية أجندة متوازية فبالفعل تم دراسة الوضع وتم توزيع كما يلي ووضع بعض الأفكار ومسلميات أيضا من التراث الإسلامي كما تعرفين أنه أيضا إدارة معرض الشارقة الكتام بإدارة السيد أحمد بن ركاط هناك تم التنسيق وتجهيز لمعرض الكتاب الإسلامي وتم وضع تحت مسلم صديق الزمان معرض الكتاب الإسلامي بالإضافة إلى إدارة الفنون نحن في الدائرة قمنا بدعوة كثير من المؤسسات والمتاحف العالمية والمختنين في الفنون الإسلامي والفنون المعاصرة تحت مسمى بازار الفنون زاد العيون كما هو يزود بالثقافة البصرية وأيضا تم التنسيق والتوجيه لإكسبو مركز إكسبو الشارقة دائما عندهم سوق ولكن أيضا تم الإشراف ووضع لهم الأفكار بالتعاون معنا بأن يكون السوق تحت الأسواق الإسلامية مثل السوق الحميدية وسوق خان خليلي وبازار صفهان أو بازار طهران في إيران والأسواق الأخرى مثل تركيا وتونس وبالفعل تم الإخراج والتوزيع بهذا الجانب هناك أيضا تعرفين الجانب المحاضرات والجانب النفسي في هذا الجانب وتم التعاون مع دائرة الأوقاف الشؤون الإسلامية ببرنامج كبير لأكثر من 45 محاضرة وأيضا 50 محاضرة أخرى في المقاطعة تحت مسمى سكن النفوس ما يهدئ النفوس بهذا الجانب الديني وأيضا استكمال لهذا الحدث هناك البرنامج أو يعتبر قد يكون التلفزيون متكامل وجد في إكسبو تحت برنامج النشان في رمضان من إنتاج تلفزيون الشارقة وهو برنامج سنوي بالإضافة الأخير هناك برنامج المجلس الرمضاني الذي يقدم من خلال مركز الشارق العلامي بإدارة أستاذ أسامة سمرة وأيضا القرية التراثية الإماراتية وتحت الحرفيات الإسلامية من إدارة التراث وأيضا بالإضافة إلى مسرح التراث الإسلامي فكل هذه برامج كبرى تقام يعني يا حضرتك أعطيتنا خطوط عريضة فلندخل في التفاصيل نبدأ الآن بالأستاذ أحمد بركاض الآمري طبعا مدير معرض الشارقة دولي الكتاب يعني هناك معرض للكتاب في إطار رمضان الشارقة سوف نستمتع أيضا بقراءة قلت لي قبل ما ندخل للتسجيل بأن هناك مفاجآت ويريت لو نسمعها منك طبعا هناك سيكون هذه السنة معرض خاص وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم عضو المجلس العلا حاكم الشارقة هذا المعرض هو معرض للمصاحف المملكية هذه المصاحف لأول مرة تخرج من جمهورية مصر العربية وترى النور في الشارقة هذه المصاحف تقدر قيمتها بأكثر عن ستين مليون درهم إماراتي ما شاء الله هي تسكون من ثين واربعين مصحفا هذه المصاحف نادرة جدا كان في واحد من هذه المصاحف فقط ذهب إلى فرانكبورت وعمل له معرضا خاصا بهذا المصحف فهذه المصاحف تعتبر نادرة جدا تعتبر من الكنوز المهمة في جمهورية مصر العربية ولكون الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية تم التنسيق بيننا وبين جمهورية مصر لتكون هذه المصاحف لأول مرة تعرض خارج جمهورية مصر في مهرجان رمضان هذه السنة رائع فقط مصاحف سوف يكون هناك هذه مصاحف هذا معرض خاص سيكون موجود في بهو معرض إكسبو أيضا وجه صاحب السمو أن يكون هناك معرضا للكتاب الإسلامي هذا المعرض يعقد لأول مرة من مقصود بالكتاب الإسلامي؟ هناك أكثر عن 127 دار نشر تقدم أجمل ما لديه من الكتب الإسلامية من نوادر الكتب من المجلدات من الكتب التي تحكي عن التراث الإسلامي عن المصاحف عن الحديث عن السنة بلغة عربية أو بكل اللغات؟ لغة عربية واجنبية طبعا هناك مشاركات أجنبية مشاركة أكثر عن 127 دار نشر تشارك جهات حكومية تشارك أيضا هناك تنوع ثقافي أيضا وجود محاضرات وجه بها صاحب السمو كمحاضرة باسم ماذا لم يكتشفوا الغرب من الثقافة الإسلامية يقدمها طبعا الوزير السابق في جمهورية مصر دكتور محمد صابر عرب هذه المحاضرات التي تحكي عن الثقافة الإسلامية وماذا أخذ الغرب وماذا لم يأخذ الغرب من الثقافة الإسلامية أيضا وجود مثل خالد عزب ودكتور عبد الواحد نبوي من جمهورية مصر هناك مايكل هاملتون من الولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا مستشرقين موجودين من خلال مشاركتهم أيضا يتحدثون عن الثقافة الإسلامية والعربية هذه المحاضرات بشكل يومي هناك ثلاث محاضرات ثقافية مميزة تخدم الثقافة وتتناول المخطوطات والثقافة الإسلامية وخاصة من ناحية الكتاب والمخطوط ومهمية هذه المخطوطات في الثقافة وكيف كان لها الدور الأكبر في نشر الثقافة الإسلامية على مساء العالم رائع هذا باختصابة نعود إن شاء الله نطرح بعض الأسئلة التفصيلية لكن أحب أن تقلل أستاذ أسامة أستاذ أسامة أيضا أنتم كمركز الشرق الإعلامي لديكم فعليات لديكم محاضرات لديكم ردوات يريد لو تتحفنا بها طبعا مركز الشرق الإعلامي يمكن أصبح لديه تقليد سنوي خلال شهر رمضان المبارك بأن ينظم المجلس الرمضاني وفي كل عام المجلس الرمضاني يكون تحت يعني تحت خطوط عريضة معينة توجه معين في القضايا التي يطرحها للنقاش والحقيقة يمكن مثل ما كنا نتكلم قبل ما ندخل للستيديو أن هذا المجلس الرمضاني بدأ عام بعد عام يأخذ أبعاد أكبر ويأخذ انتشار أكثر في هذا العام جاء التوجيه من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس لجنة تنفيذية لاحتفالات الشرق عاصمة الثقافة الإسلامية ورئيس مركز الشرق الإعلامي بأن يقام المجلس الرمضاني في ضمن رمضان الشارقة والحقيقة بدأنا العمل مع الأستاذ الشام المظلوم ليقدم كل الدعم الحقيقة والتسهيلات لأن يأخذ هذا المجلس الرمضاني ما يستحق من خلال المضمون الذي يقدمه تحت شعار في ثقافة الحوار ستكون لدينا بإذن الله سبع جلسات ستقام كل يوم اثنين وأربعة خلال العشرين يوم الأوائل من شهر رمضان عادة في العشر الأوائل من غمضان لا نقيم أي جلسات أو ندوات خلال المجلس الرمضاني هذه الجلسات ستكون بخطوطها العريضة في ثقافة الحوار الجلسة الأولى ستكون حوار الثقافات هناك جلسة بعنوان حوار الأديان جلسة بعنوان حوار القوافي جلسة بعنوان حوار على الخطوط بين المسافات تتطرق إلى عناقيد الضياء هذا العمل الأضخم أو الإنتاج المسرحي الأضخم عن الإسلام والذي عرضه في الشارقة أيضا سيكون لدينا حوار المنديال والذي سيستضيف لاعبي منتخب دولة الإمارات الذين تأهلوا وكان لهم شغف تمثيل الإمارات في كأس العالم أيضا يبقى جلسة حوار الفريج التي سيديرها الأخ والزميل السادة عبد العزيز المسلم تحدث عن الأسواق القديمة والعادات والتقاليد هذا بشكل عام فكلها تتطرق إلى قضايا مختلفة ما بين الثقافة والفنون هذا بشكل عام نحن ندخل في التفاصيل سوف أدخل إلى ندوى وندوى حتى نشوق قصاد المشاهدين ونجذبهم حقيقة إلى المحتوى لأنه في نهاية الأمر أكيد هدفكم أنكم توصلوا هذا المحتوى إلى الجمهور والجميل الحقيقة في رمضان الشرق هذا التكامل الجميل والتمازج ربما الذي عمل عليه أبو عبد الله ستشام مظلوم خلال أن يكون هناك أسواق تراثية أن تكون هناك محاضرات في الكتاب في معرض الكتاب الإسلامي في جلسات مجلس الشارقة مركز الشارقة العلامية الرمضاني كل هذه تلفزيون الشارقة كل هذه التركيبة الجميلة ستغني رمضان الشارقة بإذن الله رائع أستاذ ذكريات إدارة التراث أيضا لها وجود ووجود متميز حقيقة هذه السنة في رمضان الشارقة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا ربما لا يخفى على الجميع أن في رمضان يكثر الجو التراثي في جميع البيوت في دولة الإمارات وفي معظم الدول الإسلامية لذلك نحن ارتقينا أن دور إدارة التراث لهذا العام ينحصر في أن نركز أكثر على تراث الإمارات عن طريق إنشاء قرية إماراتية في نفس مكان الاحتفال اللي هو مركز إكسبو القرية هي طبعا ببناء تراثي تقليدي وأيضا بالمحتوى التراثي التقليدي تحتوي على عدة أمور وعدة فعاليات منها الميلس وهو مكان راح يستضاف فيه ندوات تراثية مع مختصين في التراث الإماراتي في عندنا عدة أسواق في أسواق المنتجات الإسلامية وفيه منتجات التقليدية الإماراتية وفيه أيضا سوق أول فال اللي هو مختص بالتاجر الصغير الإماراتي فيه عندنا ركن للأطفال وركن للإلعاب الشعبية وفيه عندنا جلسات تراثية هذه تكون منتشرة في جميع القرية نعم طبعا السنة أيضا حرصنا كوننا شارقة تحتفل بكونها عاصمة إسلامية على استضافة بعض الجهات من خارج الدولة مثل مشاركي من جمهورية الهند وأفغانستان في عندنا من المغرب وفي عندنا من اليمن يشاركون بتراثهم وبأكلاتهم الشعبية وبعض الفعال اللي يشون بلدان مرة ثانية جمهورية الهند وأفغانستان واليمن والمغرب مشاركين السنة إن شاء الله معنا وكينيا أيضا هم خمس دول مشاركة وهذه التجربة أيضا نحن طبقناها في أيام الشرقة التراثية لهذا العام لما قمنا بدعوة الكثير من الدول الإسلامية المشاركة في الفعالية هذه الاحتفالية وفعلا لاقت نجاح كبير وصدى جدا رائع بين الناس فنحن حبينا نكرر التجربة أيضا على مستوى مصغر بالإضافة للبرنامج نيشان البرنامج اللي هو إنتاج لمزون الشارقة وبرنامج تراثي حقيقة بيكون أيضا تحت إدارة التراث من عندكم وبتقديم أسد عبد العزيزيز ولكن الجميل أنه فيه تمازج بين القرية التراثية الإماراتية وأيضا الديكور أو الخراج العام للمشهد هو ثيمة كل تراثية وبالإضافة هم عاملين جناح آخر بقاعة المجالس الرمضاني قاعة كبرى أيضا للتراث فهذا الجميل أنه فيه تمازج بين البرنامج اللي يقدم تيريزيز الشارقة أستاذ هشام حضرتك نوهت بأن دائرة الأوقاف تحديدا لها أيضا دور في رمضان الشارقة حدثنا عن دورهم نعم بالبداية لابد أن ننوه إلى أن توجيهات حضر صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ دكتور أستم محمد القاسمي عضو المسلح لحاكم الشارقة نوه أن يكون هناك تكامل في تقديم الثقافة الإسلامية والفنون الإسلامية من خلال هذه المظلة الكبرى نعم فكانت توجيهات واضحة أن لا تختلف أو لا تنفصل الصورة عن الشكل عن الجانب الفكري فكلها مكملة مع بعض فتلاقي هناك معارض فنية هناك محاضرات هناك ندوات هناك جلاس هناك ورش هذا الجانب فهذه الرؤية التي نحن استمدناها من حضر صاحب السمو تم توجيه من قبل صاحب السمو أن كل المؤسسات تتهيئ لهذا الحدث وتسهل كل الأمور من خلال هذا الدعم من حضر صاحب السمو حاكم الشارقة وأيضا متابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالفعل ستواصلنا مع كثير من المؤسسات وكان دور المؤسسات كبير في هذا الجانب حبيت بس أن نوق قبل هذا الشيء أن رمضان الشارقة تاريخي سيبتدي من 28 الشهر هذا لحد 31 الشهر القادم من شهر 7 قد يكون 28 شهر رمضان الفضيل أو هو مع بداية أول يوم من شهر رمضان الفضيل وينتهي مع ثلاثة أيام أو أربعة أيام العيد فهو مستمر ولكن هنا تاريخ أيضا من 7 الشهر القادم وحسب 17 الشهر القادم سيكون فقط خاص بمعرض الشارقة الكتاب الإسلامي هذا الجانب أما بالنسبة للمؤسسات ودور المؤسسات أنا أفكر كثير كان داعم قوي ووجود قوي هنا في هذا المحفل لا نستطيع أن يتجاهل مثل الدور الكبير التي تقوم في دائرة الأوقاف في حكومة الشارقة دائرة الشؤون الإسلامية عفواً فدائرة الشؤون الإسلامية أحدث برنامج مطول عن حوالي 35 محاضرة للجاليات واللغات المختلفة بالتوجيه والمحاضرات الإسلامية ولكن بشكل حضاري وأيضاً بشكل الثقافة الإسلامية الحديثة المعاصرة وهناك محاضرة باللغة الأردو الأردو باللغة الفلبينية باللغات لكل الجاليات وماذا عن الضيوف؟ من داخل الدولة ومخارج دولة ضيوفها؟ نعم هناك ضيوف إذا تحسبين فقط الضيوف في مجال الفنوم والثقافة أكثر من حوالي 70 ضيف لكن إذا تحسبينهم على الكامل ما بين الشؤون الإسلامية وإكسبو والتراث أكثر من حوالي 50 ضيف ما شاء الله ما شاء الله أيضاً لجل تشريفات قائمة بجهد كبير في استقبال هذه الضيوف هذه الأيام فهذا الجانب هذا حركة دقوبة ما شاء الله ما تكون في أرض الإكسبو فدائرة الشؤون الإسلامية تقوم ببرنامج كبير هناك أيضاً مثل إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام عندها مرنامج عن المسرح التراث الإسلامي وسوف يقدم حوالي 3 عروض من التراث الإسلامي مدعوة من الخارج وتقدم في محة الشارقة الفنو المسرحية بالإضافة إلى عرض إنشادي في مركز إكسبو من خلال شهر رمضان بالإضافة سوف تقدم ثلاث محاضرات متخصصة في المسرح التراث الإسلامي هذا بالنسبة لإدارة المسرح إدارة الشؤون الإسلامية بالإضافة أيضاً هناك إدارات مثل إدارة الشؤون الثقافية في الشارقة تشرف على سكن النفوس أكثر من حوالي 75 محاضرة الأخ محمد القصير رئيس قسم الشؤون الثقافية حوالي ما بين المقة الثقافية وما بين سكن النفوس وما بين المقاهي الأخرى يقدم حوالي أكثر من 75 محاضرة على مدار شهر رمضان الفضيل فهذه جوانب أخرى بلنا أنت للتوقيت توقيت المحاضرات وهذه كثير لاحقاً لازم تعطينا التوقيت بالضبط لكننا نعرف من وإلى متى لكن بعد قليل إذا سمحت لي أستاذ أحمد أنا أريد أن أعود مرة أخرى جزئية الكتاب الإسلامي وحقيقة استهوتني هذه الفكرة جميلة جداً أن يكون معرض الكتاب الإسلامي هذا أول مرة المعرض فذيس كذلك هذا أول مرة صاحب السمو كانت تراود هذه الفكرة من قبل ثلاث سنوات تحدث فيها قبل ثلاث سنوات فارتأل صاحب السمو أن يعمل هذا المعرض هذه السنة من خلال كون الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية وأن يوجد معرض خاصة للكتاب الإسلامي كما تعلمين رمضان هو شهر الروحانيات وشهر العبادة وكثيرين من الناس تبحث عن الكتاب الإسلامي والمخطوطات الإسلامية كثيرين يحبون أن يثرو مكتباتهم بالكتب النفيسة التي تحكي عن الحديث عن السنة تحكي عن الثقافة الإسلامية عن التراث ماذا عن الأطفال؟ هناك أيضا مشاركات لبعض الكتب التراث الإسلامي الخاصة بالأطفال ستكون أيضا موجودة في المعرض هناك 127 دار نشر هناك أكثر عن تقريبا 25 دار نشر من جمهورية مصر العربية هناك مشاركات من لبنان من تونس أيضا هناك مشاركات من سوريا هناك مشاركة من المملكة العربية السعودية من الإمارات من اليمن فهناك مشاركات متميزة ودور نشر متميزة تقدم الكتاب الإسلامي وتعتبر هذه الدور من خيرة الدور التي تقدم الكتاب الإسلامي المتميز الذي يهدف إلى التوعية والفكر المستنير أيضا هذه الكتب كما تعليم من رمضان كثيرين يحبون اقتناء المصاحف الكريمة فالمصحف يكون موجودة أيضا سيكون هناك موجود مصاحف ستكون موجودة الكتب هذه الجميلة فقط كتب ورقية لا يوجد معروضات إلكترونية كتب طبعا هو يعتمد من دار إلى دار في بعض الدور النشر التي ستقدم بعض الكتب الرقمية لكن النشر الرقمي لا زال ليس بذاك المستوى في الوطن العربي كما هو في الخارج ما يتوقعاتكم بالنسبة للإقبال على هذا معرض أو مرة يقام سيكون طبعا كما تعلمين أن هذه السنة إكسبو العمل ليس هو عمل فردي إنما هو عمل مشترك وسيكون عمل يتوج الثقافة ويتوج النظرة الثقافية المتميزة التي أوجدها صاحب السمو حاكم الشارقة هناك كما تعلمين معرض للفنون هناك موجود أيضا السوق التراثي وجود الإعلاميين والفكر الإعلامي والتمييز الإعلامي وجود الأوقاف وجود كل المشاركات هذه مظلة واحدة مظلة واحدة وهدف واحد ألا وهي ولكن ذائق مختلفة ذائق مختلفة والهدف واحد هي عاصمة الثقافة الإسلامية الشارقة رائع إذن مشاهدين يا كرام نحن بعد الفاصل سوف نتواصل وحضراتكم الكثير والكثير لدينا من الفعاليات في إطار عاصمة الثقافة الإسلامية رمضان الشارقة هذا رمضان إن شاء الله سوف يأتي بعض أيام معدودات وإمارة الشارقة عدت لنا الكثير من الفعاليات الإسلامية الممتعة كان يا مكان في سالف الزمان بازار الفنون زاد للعيون والكتاب الإسلامي صديق الزمان والكلمة الطيبة سكن النفوس ودرب التوابل دكان قرب دكان ومجلس رمضان والمسرح والتراث مع النشان وكل الحكاية في رمضان الشارقة حياكم الله من جديد مشاهدينك يا مرام مستمرين معكم وهذه الندوة الخاصة عن رمضان الشارقة مباشرة إلى أستاذ أسامة صمرة حقيقة أنا أريد أن أدخل في تفاصيل الندوات التي سوف تقام من خلال المركز في الشهر الفضيل يريد لو تحدثنا تحديد نحن نتحدث عنها كلهم لكن دعنا ندخل بداية في الندوة الخاصة بحوار الأديان حدثنا عنها نعم قبل أن أدخل في ندوات تفاصيل الندوات أؤكد على نقطة يمكن تفضل فيها الأستاذ أحمد العامري في موضوع التكامل فيما يقدم هذا العام خلال رمضان الشارقة والحقيقة هذا مميز يمكن عام عاصمة الثقافة الإسلامية من خلال اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله والتوجيهات التي كانت واضحة بأن يكون هذا العام عام استثنائي يعني نحن بعد رمضان الشارقة نحن على موعد مع الكثير من الأحداث الاستثنائية في الشارقة معرض الشارقة الدولي الكتاب في دورته الجديدة لهذا العام عودت عن نقيد الضياء لتعرض من جديد في الشارقة دعوة عن نقيد الضياء لأن تعرض في ماليزيا ولأن تعرض في الكويت ولأن تعرض في بريطانيا فطبعا هذه كلها إنجازات لم تكن لتكون حقيقة على أرض الواقع لولا الدعم الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة ولولا تضافر هذه الجهود من جميع المؤسسات والجهات الحكومية في أمارة الشارقة نعم المجلس الرمضاني حوار الأديان أذكر عندما قدمنا عناقيد الضياء للمرة الأولى وعندما حضر صاحب السمو حاكم الشارقة العرض التجريبي الأول أحدثنا صاحب السمو عن الهدف من تقديم عروض تتحدث عن الإسلام بصورته الحقيقية تتحدث عن الإسلام الإسلام دين التسامح ودين المحبة ودين الإخاء وكيف أن الإسلام هو دين حوار مع الأديان الأخرى من هذا المبدأ ومن هذا المنطلق جاءت الفكرة بأن تكون جلسة حوار الأديان نستضيف من خلالها رئيس أساقفة القدس المطلعن أطلحنا لكي يتحدث أيضا وهو يعرف عنه بأنه شخصية محبوبة جدا في القدس من المسلمين ومن المسيحيين ومن كافة الأطياف والفئات أجمعوا عليه أجمعوا عليه هو إنسان محب ومحبوب من الناس والعربي كشاط وهو إمام مسجد الدعوة في باريس وهو باحث في الفكر الإسلامي ويعرف عنها أيضا أنه شخصية معتدلة فطبعا وله باع في حل المشاكل الأسرية نعم نعم فنتحدث عن الأديان والتسامح بين الأديان والإنسانية وخدمة الإنسان نعم ونعود إلى تجارب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن عهد الفتوحات الإسلامية وكيف كان الخلفاء الراشدين كيف كانوا يتعاملوا مع الديانات الأخرى وخاصة ديانة المسيحية أعتقد أن هذه الجلسة بإدارة دكتور محمد الكبيسي أعتقد أن تكون جلسة متميزة الحقيقة نعم الجلسات الأخرى أحببتي أن تطرق إليها بقليل من التفصيل حوار القوافي ستستضيف الدكتور تميم البرغوثي وهي في الشعر وطبعا هناك أيضا خارج الشعر هناك جلسة حوار المنديال التي تحدثنا عنها والتي سيديرها الأستاذ والأخ عدنان حمد الذي كان معلقا على مباريات منتخب الإمارات عندما شارك في كأس العالم والذي بكى عندما سجل خالس معي الهدف الإمارات فسنعود للحديث عن الذكريات تلك ونتحدث عن الروح التي كانت موجودة عند فريق العمل الكامل لكي يصل المنتخب ويتأهل إلى كأس العالم ونتسأل هل هذه الروح موجودة اليوم أو ليست موجودة اليوم سوف نعود إلى بقية المنتديات الحوار الثقيفات هي في جلسة واحدة وهي هامة جدا والتي كان في حرص وتوجيه أيضا من سمو وليل أهد بأن تقام جلسة بهذا الشكل وهي جلسة الحوار المباشر التي ستستضيف كل مقدمي برنامج الخط المباشر والبث المباشر من مختلف إمارات الدولة خمس برامج تعرض الحقيقة وأن يكون الحضور في هذه الجلسة من المسؤولين من رؤساء الدوار الحكومية ومدراء العموم والمدراء ليكون حوار مباشر بين هؤلاء العالميين وبين المسؤولين الذين يتواصلون معهم عبر الهاتف لحل قضايا الناس فيتناقشوا في حوار لإيجاد الصيغة الأفضل لتواصلهم لخدمة قضايا المجتمع ولي نعم فهذه ربما من الجلسات المهمة جدا والتي ولدينا حوار الثقافات أيضا نعم نعم سوف نعود إلى حوار الثقافات والوزراء وزراء الثقافة العربية لكن أريد أن أطرح لحظتك سؤال يعني خارج إطار الفعليات يعني صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان الحمد القاسم حفظه الله ورعاه دائما يركز على التراث ودائما يعني أيام الشارقة التراثية يعني أكبر دليل على أنه هناك دعم كامل من صاحب السمو حاكم الشارقة على إحياء التراث إلى أي مدى تعتقدين بأنه نحن بحاجة فعلا إلى أحياء التراث في إطار الأجواء الرمضانية وفي إطار عاصمة الثقافة الإسلامية طبعا لا شك أنه اهتمام صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسم حاكم الشارقة حفظه الله بالتراث يعني لا يعدو سر لأن اهتمامه تعدى الاحتفاليات التي نقوم بها كل سنة إلى خطط نقوم بها إلى أكثر من سنة قادمة هناك حرص شديد من حضر الصاحب السمو إلى نقل حتى تراث الإمارات إلى خارج الدولة في مشاركات لإدارة التراث في محافل دولية الآن تخصص لها مساحات كبيرة في الصحافة الدولية وأيضا في إقبال عليها كبير وفي أيضا نحن من خلال خدمة التواصل الاجتماعي الآن التي تطبق في كل الدوائر تقريبا الحكومية صار عندنا نحن متابعين من كل العالم وفي حرص أن يستفسرون عن أشياء كثيرة من خلال متابعتهم لهذه الأحداث الآن صار العالم كل قرية صغيرة نعم مشاركة إدارة التراث في المحافل هذه الاحتفاليات سواء في رمضان هذا العام أو في أي فعالية أخرى هو ترسيخ للحرص الشديد على ربط الأجيال بالتراث الإماراتي في وسط هذا الزخم الكبير هل هناك إقبال من هؤلاء الأجيال من هذا الجيل يعني الجيل الشباب الآن هل فعلا حتى نكونوا واقعين يعني يريد أن نحن أيضا نلمس هذه الجزئية هل الجيل فعلا متفاعل مع التراث هل يستمتع بالتراث هل لديكم أدوات معينة تجعلونه فعلا ينجذب إلى التراث طبعا لا شك أننا نحن حرصنا في الفترة الأخيرة على مواكبة أساليب جذب هذه الأجيال لهذه المحافل التراثية الباحث في شؤون الاحتفاليات هذه يجد إقبال فعلا شديد أيام شارقة التراثية لو أي شخص يمكن يلاحظ كمية الأشخاص الذين يأتي من نعتبرهم كانوا أشخاص في فترة معينة غير مقبلين أبدا على هذا النوع من الاحتفاليات والفعاليات الآن أصبحوا يشاركون أيضا أنا ما ذكرت لك أول فعل التاجر الإماراتي الصغير هذا بدأ بفكرة صغيرة أن يكون فيه عربات بيع للمراقين التي عمرهم من 15 إلى 20 سنة الآن يمكن لا أخفي أن من بعد المهرجان يبدأ الحجز للسنة القادمة وبأعداد كبيرة وفيه أفكار متطورة وفيه أفكار حتى يدخلوا فيها ما يعنيهم هذا الجيل نعم وهذا نلاحظ أن حتى حين ترى الكافيهات التي شاركت في أيام الشارقة التراثية ترى الكافيهات بطابع تراثي ولكنها حديثة تحاكي وتواكب يمكن أن تضاهي أكبر كافيهات في العالم مثلا والمشاريع الصغيرة الإماراتية الآن يدخلون فيها هذه النكهة التراثية حرصا منهم على التميز لأن العالمية في كل مكان صارت الأشياء شبيهة أما تراثك فهو التراث عبا خاص جدا وهوية خاصة جدا وفخر خاص جدا صحيح طيب أستاذ هشام يعني إلى أي مدى تتوقع أن يكون هناك إقبال على هذه المضلة الرمضانية الرائعة إن شاء الله في الشهر الفضيل أنا بس أتسمع خاصة أنه الشهر رمضان عذرا يعني القاطعة شهر رمضان البعض قد يعني يصب بتخمة بعد الإفطار وقد لا يعني يعير بالا إلى هذا المجال أنا بس قبل أن أجاوب على إجاب سؤال التي تسمحي لي بس أكمل بكل سرور صدر أول شيء تحدثتي مع الأخ أحمد ما مدى بيكون الإقبال على شراء كتاب التراث الإسلامي أنا أحد الناس اللي ببداياتي اشتغلت في معرض الكتاب صدقيني أكبر كتاب أو أكبر عنوان للكتاب مبيعا هو كتاب من التراث الإسلامي الحمد لله الحمد لله هذا ما في تخوف لأنه أصلا هذا من التراث وأنا أكبر بإحياء التراث الإسلامي وبالناسبة الشهر الفضيل تعرفين أن الشارقة تعتبر اليوم بشهادة عالمية من هيئات كبرى عالمية وخاصة مؤسسة منظمة العالمية الإسلامية والهيئة الإسلامية للثقافة والعلوم واليونسكو أشهادت بالشارقة على إحياء التراث في مجال الخط العربي على المستوى العالم أعادة إحياء الآن هي الوحيدة التي تمتلك البناء الأوحد في مجال الخط العربي والزخرف الإسلامية نصافة ساهمت في تصدير الثقافة الإسلامية للخارج بشكل أوسع وأبسط مثال قبل حوالي سنة أقيم معرض في كوريا واليابان للخط العربي الأصيل من منتسبين ياباني وكوريين تعلموا الخط العربي في الشارقة فدور الشارقة كبير أن توجد ساحة للخط العربي وساحة للفذون أما بالنسبة للحجم هذا العمل وأيضا لي بعد الخصوصية أني للفنون عشاس أعطي فكرة مفصلة ما يحدث في معرض الفنون لأنك فنان بين قوسين لأننا عمل إدارة الفنون أيضا لأننا أيضا لدينا بازار الفنون زاد العيون حاولنا أن يكون فيه قسمين قسم بازار الفنون حوالي عشرين مرسم أو عشرين أو عشرين صارة عرض خاصة لكل فنان تعطى له واخترينا الفنان هذا يكون بشكل مبيع يساهم في دعم البيع والشراء حتى قبل العيد فهذا جانب يكون مرسم لهم؟ لا لا مرسم صارة عرض صارة عرض نعم صارة عرض حشرين فنان محلي وخارجيين مختلف بين مصور وخطات ورسام مزاد أو عرض عام أما الجانب الأكبر لأكثر من حوالي ثلاث أربع بالفعل هناك أجنحة مستضافة دولية يعني على سبيل المثال هناك حوالي أكثر من 150 عمل مجلوبات من مؤسسة دمبوكولو من تركيا لمقتنيات إسلامية في الفن الخط العربي والزخرفة والأبرو هذه الأول مرة تجلب وهي حاليا تثبت في المعراض هناك أيضا تجلب أول حوالي ثلاثين مخطوطة أصلية قديمة يعني بالإيد مشؤولة من تبكته من مالي وتبكته معروفة مسألة المخطوطات الإسلامية القديمة صحيح فأيضا تعرض حوالي ما يقارب 45 مسكوكة نقدية ذهبية وفضية من مؤتنيات خاصة أيضا في العصور الإسلامية المختلفة هذه أمثلة بسيطة وسريعة نعطيتش إياهم شوفوا المعرض الفني يعني أذكر أيضا هناك أقدم ستارة للكعبة الشريفة سوف أيضا تعرض في هذا المعرض يمكن إرتفاعها حوالي 6 متر في 3 متر يبدو لي هذا المعرض لبعد دولي أكيد لأننا حوالي 30 معرض يعني بالضبط 50 معرض لا نستطيع أن نقول عليه أنه معرض محلي لا بالفعل دولي الواقع دولي وأيضا بالتوازي مع المعرض يقدم حوالي 50 ورش فنية يومية يعني مثل مركز الخط ومعهد الفنون والمراكز التي تقدم في الفنون والزهرة في الخط نقلنا برامجهم اليومية طول شهر رمضان في إكسبو ما شاء الله يوميا سوف تقدم مع المعرض المحاكاة اليومية في هذا الجانب الطفل له مكان في المعرض أكيد أو فقط الاتبار لا لا الورش الفنية أكيد تقدم للثقاف الفنية ودورنا نجحنا بوجود الطفل والشاب أيضا في هذا الجانب فهذه معارض وورش تقدم بشكل يومي على ما دارها العام أما مدى النجاح الذي تقدمها هذه المظلة توقع توقع يعني أبسط مثال الشارقة ودورها الرئادي هذه شهادة كبيرة ويتز فيها العالم العربي والإسلامي دور وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور محمد القاسمي على إبراز والتأكيد على إنجاح هذا الحدث وحتى البرامج الثقافية على مدار السنوات والعوامل القادمة في الشارقة التي تقدم هي تؤكد نجاحها يوم بعد يوم بنا للشارقة بنا للفنون معرض شارقة دولة الكتاب أيام الشارقة المسرحي كل هذه فعاليات يوم عن يوم تؤكد الشارقة دورها الرئادي في الثقافة حقيقة نحن بحاجة إلى ثقافة الروح في رمضان ويمكن هذا يكون لكم دور كبير فيها إن شاء الله لكن خلينا أعود أستاذ أحمد أستاذ أحمد يمكن أننا عرجنا بشكل سريع جدا على الندوات التي سوف تقام في إطار معرض الكتاب يريد أن تعطينانا شوي تفاصيل نحن في الندواتنا دائما نتبع سلوب معين في ندوات معرض الشارقة دولة الكتاب والندوات التي يوجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة هذه الندوات تكون دائما ذات طابع دولي وليست ذات طابع عربي فقط يكون هناك متحدث يعني عربي أو متحدث في شأن ذات ذاك الشأن وأيضا هناك يكون متحدث من الطرف الآخر لأن لما يتحدث الطرف الآخر ويتحدث عن حضارتك ويتحدث عن دورك المهم في التاريخ تصل رسالته أسرع من كيف هو يصل رسالتك والدور الذي لعبه هذه الثقافة الإسلامية المهمة في كيفية نشر الثقافة والعلم والتعلم كوجود مايكل هاملتون مايكل هاملتون لديه كتاب باسم التاريخ المفقود مستشرق هو مستشرق هو كان يعمل في البيت الأبيض مايكل هاملتون أيضا هو الكتاب اسمه The Lost History بالإنجليزي كان منتجتنا دار اسمه Random House من الكتب الأكثر مبيعا وترجم للغة العربية يحكي أن لو لا الثقافة العربية لم يكن هناك يوجد الآن الجهزة اللوحية ولا يوجد أي جهاز رقمي أو جهاز حاسوب أو يوجد يعني كيفية الثقافة والعلم والثقافة الإسلامية ودورها المميز في نشر الثقافة نعم وجود أيضا مستشرقين من جامعة كامبرج موجودين أيضا معنا ومن ولاية المتحدة الأمريكية أيضا يضيفه نوعا آخر من الثقافة والبعد الثقافي وجود كوزير الثقافة السوري السابق الآغة موجود أيضا ويدير الحوار مع دكتور صابر عرب أيضا يعني هذا يضيف نوعا آخرا من الثقافة وجود دكتور خالد عزب وهو في مكتبة الإسكندرية ومال مكتبة الإسكندرية من شأن في المخطوطات ودورها التي لعبته على مدى العصور والثقافات المتميزة أيضا وجود دكتور عبد الواحد نبوي وهو مسؤول عن دار الوثائق في جمهورية مصر العربية فهذا كله يأتي في خانة معينة ألا وهي هذه الثقافة المتميزة هذه الثقافة الإسلامية التي لعبت الدور الأكبر في نشر الثقافة والعلم وهذا هو يوجه بي صاحب السمو أن نرى الآخر الطرف الجميل في هذه الثقافة وهذا التميز نعم خاصة الثقافة الإسلامية التي تجعلنا فعلا ننفتح على الآخر ونتقبل الآخر كما هو ليس كما يجب أن يكون أستاذ سامة وزراء الثقافة العرب التي تستضيفونهم في إطار حوار الثقافات حدثنا عنه سابقين أو محليين أو أحليين الحقيقة يمكن أننا على نفس التوجه الذي تفضل فيه أستاذ أحمد العامري بالنسبة لموضوع الحوار وحوار الثقافات وحوار الحضارات حوار الأديان لما تكلمنا عن حوار الأديان نعم فنحن نتحدث عن علماء في الدين المسيحي علماء في الدين الإسلامي العلماء في الدين الإسلامي فظلنا أن يكون أحد علماء الدين المسلمين الموجودين في باريس فهم الأقرب إلى هذه الثقافة الغربية الآن فيما يتعلق بحوار الثقافات الحقيقة هذه الجلسة يمكن هي الجلسة الأصعب في انتقاء المتحدثين لها بالنسبة لنا فنحن لغاية الآن على تواصل مع وزير الثقافة الفرنسي وعلى تواصل مع وزير الثقافة في سلطنة عمان وفي وزيرة الثقافة في مملكة البحرين وأيضا مع عدد من المثقفين العرب والأجانب لكي تكون جلسة مثل ما تفضل لست أحمد العمري وهذا الطابع العام الحقيقة اللي تحرص عليه في الشارقة في هذا العام لأن يكون هناك أراء مختلفة من حضارات مختلفة من دول مختلفة جلسة حوار الثقافات هي الجلسة الوحيدة لمأخرة برنامج جلسات هشام النظلوم لأنه ما اكتمل يعني ما مشغولين الوزراء أجندتهم مشغولة طبعا لأنه فيه توجه معين يعني فيه توجه معين أسهل ما يكون أنك أنت تختاري متحدثين لجلسات لكن مبدئيا هذا الطابع العام للجلسة وسيكون حوار ثقافات بين الغرب والشرق يعني هذه هي الفكرة في حوار الثقافات أيضا جلسة حوار الفريج هي عودة إلى تراثنا القديم تراثنا في دولة الإمارات تراث القديم التجارة الأسواق الدكاكين وخير من يدير هذه الجلسة طبعا أستاذ عبد العزيز المسلم فهو أهل لهذا يعني هذه بشكل عام حدثنا عن الحملة الإعلانية إذا أتكلم كرئيس للجنة الإعلامية لهذا الحدث في الحقيقة ما تفضل فيه لأستاذ هشامي مظلوم لهذا المهرجان أو لغمضان الشارقة هو حدث عالمي بامتياز هو حدث يجمع خبرة نجاحات 33 عام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ويسخرها لخدمة معرض الكتاب الإسلامي يجمع خبرة وإنجازات الشارقة في الثقافة والفنون كما ذكر السادة هشامي مظلوم ليضعها في مقتنيات من مختلف دول العالم ليضعها في بزار للفنون لأسواق قديمة هذا كان واضح لدى اللجنة التنفيذية برئاسة شيخ سلطان بن أحمد القاسمي إذا كانت التوجيهات بأن تكون هناك حملة أعلنية إن شاء الله ستكون من يوم غد إن شاء الله ستبدأ وسيكون هناك تغطية أعلامية الحقيقة والجميل أنه نحن في تحت مضلة واحدة تحت مضلة واحدة فالجميل في هذا التكامل أنه سيكون هناك تنافس على جودة ما يقدم من محاضرات ومن ندوات ومن معارض سيكون أيضا هناك تنافس في موضوع التغطية الأعلامية هذا التنافس الحقيقة سيؤدي إلى نتيجة بأن يحظى هذا المهرجان هذا العام إن شاء الله هو الأول من نوعه الأول من نوعه فعلا الحقيقة وسيحظى إن شاء الله سيحظى نحن في اللجنة الأعلامية سخرنا كل الجهود لرمضان الشارقة لأن يحظى هذا المهرجان بما يليق به من تغطية أعلامية على المستوى المحلي والإقليمي والدول إن شاء الله في جلسة واحدة أنا أسف سأطرق إليها سريعا جلست على الخطوط بين المسافات هذه ستستضيف الفنان خالد الشيخ والفنان علي الحجار ولطفي بشناق وحسين الجسمي ومحمد أساف وستديرها الإعلامية الدكتورة ندين الأسعد هذه الجلسة ستتحدث عن عناقيد الضياء كيف كانت عناقيد الضياء كيف وصل هذا العمل إلى العالمية كيف تحدثت ديلي تيليغراف عن عناقيد الضياء لماذا أطلقت عليها؟ على الخطوط بين المسافات هي النوتة الموسيقية الخطوط والمسافات التي ترسم عليها العلامات الموسيقية والاسم كان اختراح من أستاذ خالد الشيخ فسندخل أكثر في تفاصيل هذا العمل لذا تجد أن المجلس الغمضاني يتنوع ما بين الغياضة ما بين الثقافة ما بين الفنون ما بين الجلسات الغنية فكريا وما بين الجلسات التي فيها تنويع أكثر رائع جدا حقيقة وصلنا للختام يمكن أن أريد أن أسمع كلمة ختمية من الجميع قبل أن أختم لكن أستاذ هشام التوقيت يبدأ من ساعة كم إلى ساعة كم الفائليات من أي ساعة لأي ساعة؟ بشكل سريع الآن التوقيت رمضان الشارقة يكون في إكسبو الشارقة لحدث الكبير الرئيسي وهناك بعض العروض المسرحية سوف تقدم في محهد الشارقة المسرحية سوف يفتتح من تاريخ أول يوم رمضان قد يصاد في يوم 28 أو 29 وينتهي في 31 سبعة في شارق قادم حتى رابع أيام العيد لفتر السعيد سوف يفتح يوميا من ساعة ثمانية ونص لحد الساعة واحد ونص صباحا من خلال هذه الأرقام السريعة هناك عدد الأجنحة حوالي أجنحة كبرى والمحاضرات الإسلامية حوالي 25 محاضرة إسلامية بالإضافة إلى الجلسات الرمضانية سبع جلسات بالإضافة حوالي ما يقارب 60 معرض فني أكثر من حوالي 70 ورش فنية أو ورش متكاملة أكثر من حوالي 75 محاضرة دينية وأسلامية بالإضافة إلى ما يقارب 150 ضيف الدول المشاركة كثيرة يمكن في الفنو ما يقارب 21 دولة ولكن في معرض الكتاب دول والحمد لله كلهم كانوا على إيد واحدة الحمد لله لكل ما اشتهد النصيب بإذن الله سوف يلاقي أتوقع بإذن الله سوف يلاقي نجاحا كبيرا خاصة وأن النية جميلة جدا ونية راقية نية قرب من الله سبحانه وتعالى في إطار عاصمة الثقافة الإسلامية نشكركم ونشكر حضوركم أنا أريد كلمة ختمية أبدأ بحضرتك أستاذ أحمد طبعا أنا أدعو الجميع للاستفادة من هذا المعرض وقد كان توجيه صاحب السمو في أول اجتماع لللجنة العلية أن يكون وجود هذا المهرجان المهم في رمضان كان من أول توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لنا في اللجنة العلية لما اجتمعنا مع صاحب السمو أن يكون هناك مهرجانا متميزا في الثقافة في رمضان وكان توجيه أن يكون أيضا هناك معرضا للكتاب الإسلامي كي يستفيد الناس من هذا الشهر الفضيل في القراءة والاستمتاع بكتاب الله سعيدة جدا أنا لمعرض كتاب الإسلامي حقيقتا أبحث عن كتب كثيرة في هذا الإطار جميلة جميلة جدا أستاذ أسامي الحقيقة أنا شكرا أستاذ أحمد أنا في الختام الحقيقة أود أن أتوجه بالشكر الحقيقة للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالة شاقة عاصمة الثقافة الإسلامية وأعضاء اللجنة التنفيذية سمو الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيس لجنة المشاريع وسمو الشيخة حور بن سلطان القاسمي رئيس لجنة الفعاليات وأيضا سعادة محمد علي النومان رئيس اللجنة المالية والأستاذ ماجد بوشليبي الذي يقع على عاتقه الكثير في استضافة ضيوف الشارقة رئيس لجنة التشريفات الحقيقة لو لا دعم اللجنة التنفيذية لما استطعنا الحقيقة أن نحقق ما وصلنا إليه لهذا اليوم من نجاح في الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية شكرا جزيلا لك صديق شام كلمة ختمية أنا أشكر بالبداية لما حضرت صاحب السمو الشيخ الدكتور أسلام محمد القاسمي عضو المسؤول على حاكم الشارقة على هذه الثقة الكبيرة التي يولينا إياها في إقامة والإشراف والمتابعة لهذا الحدث وحسيت في نهاية هذا الشكر الذي يتحدث كأننا الآن وصلنا إلى نهاية العاصمة الإسلامية لكن إن شاء الله سوف تفاجأون خلال فترة قريبة جدا بعد رمضان الآن نحضر لبرامج جديدة على فكرة ومشاريع أيضا جديد بتوجيهات حضر الصاحب السمو حاكم الشارقة ولا أنسى وما أقدر أيضا أذكر الكل أشكر جميع المؤسسات التي ساهمت في هذا الحدث الكبير رمضان الشارقة وتعاونت بالكل من كل صغير فرد وأفراد وجماعات في هذا المجال كل شكر لهم شكرا جزيلا لك سيدة ذكريات أنا في الختم صراحة أتوجه إلى الأسر الموجودة في الإمارات في كل إمارات الدولة أن ما تفوت هذه الفرصة الفرصة مواتية جدا في إجازة من الدراسة هذه الفرصة للعائلة أن تقضي وقت في مكان يحوي هذه الكنوز الفكرية والثقافية فيه جهود بذلت وفيه ميزانيات كبيرة بس من أجل توصيل هذه المعرفة والمتعة الفكرية والغذاء أيضا الفكري والروحاني لكل من يقيم على هذه الدولة أنا أتوجه لكل أسر أن ما تفوت هذه الفرصة هذه فرصة يمكن بالنسبة لأي دولة في العالم تعتبر فرصة لا تعوض قد يعني يدفع لها الناس مبالغ بس للحصول على إمكانية الدخول مثل هذه الأماكن شكرا جزيلا لكم جميعا أستاذ أحمد بن ركاض العامري مدير معرض الشرق الدولي الكتاب والأساذ هشام المظلوم مدير إدارة الفنون منسق عام رمضان الشارقة والأساذ ذكريات معتوق رئيس قسم المعارض المقتنيات في دائرة الثقافة والأعلام دارة التراث شكرا جزيلا لك والأساذ أسامة سامرة مدير مركز الشرق الأعلامي رئيس اللجنة الأعلامية الاحتفالات الشرقة عاصمة الثقافة الإسلامية شكرا جزيلا للجميع رمضانكم مبارك إن شاء الله طبعا رمضان الشارقة غير هذه السنة وإن شاء الله في كل سنة بيكون غير ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح واستمتعوا بهذه المتعة الثقافية الفكرية الإسلامية المتميزة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة